دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء التاسعة صباحا مع دين الشرف اتفضل يا دين شكرا لك أحمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم افتتح الرئيس عبدالفتاح سيسي راتقه السلطان مفضل زيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة وخلال كلمات عرب الرئيس السيسي عن شكره طائفة البهرة على مساهمتها في تطوير أضرحة آل البيت مشينا إلى أن تطوير أضرحة آل البيت جزء من خطة الدولة لأحياء القاهرة التاريخية وأضاف أن أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة شملت المسجد والضريح والمنطقة المحيطة تلقى الرئيس عبدالفتاح سيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا وأصارح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بين الرئيسين أكد خلال الاتصال الأفاق الواسع لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا فضلا عن التوافق بشأن تكثيف التنصيق وتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة وتحفيز المساعر الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات كما تناول الاتصال بحث سبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في السودان وبمنطقة حوض النيل تواصل اللجان المتخصصة بالحوار الوطني اجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها خلال الجلسات العامة بهدف سيغة التوصيات النهائية قبل عرضها على مجلس الأمناء وتعقد اليوم جلستان متخصصتان ضمن لجنة التعليم ولجنة القضية السكانية ضمن المحور المجتمعية أعرب المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان عن ترحيب مجلس أمناء الحوار بقرارات نيابة العامة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا وأضف المنصق العام أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات التي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوفق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وأبدى رشوان تطلع مجلس الأمناء إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية بصدوره المزيد من هذه القرارات وصل وزير الخارجية سامح شكر إلى تونس حيث كان في استقباله وزير الخارجية تونسي نبيل عمار ويشارك وزير الخارجية في اجتماع ألية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية ومن المقرر أن يجري شكري مباحثة تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار اجتماعات دورة الخامسة عشر للجنتي التشاور السياسي بين البلدين ومن المقرر أيضا أن يستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد الوزير شكري حيث سينقل له رسالة شفهية من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشقيقين أكد البيان الختمي الاجتماعي الأول للألية الوزارية للدول جوار السودان أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع أطراف الأزمة لتحديد وقف دائم لإطلاق نار ورحب البيان الختمي بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة ودعوة البلدان والمنظمات المانحة إلى التعجيل بدعم هذه الخطة مشيرين إلى ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار للقل الإغاثة السريعة والرعاية الطبية للضحايا وأوضح البيان الختمي أن لجنة وزراء الخارجية وضعت خطة عمل ستعرض على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها بشأن الأزمة في السودان وتنقسم خطة العمل إلى ثلاثة أجزاء وهي الحصول على وقف نهائي لإطلاق النار وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية وإدارة القضايا الإنسانية يعقد قادة المجموعة الاقتصادية للدول الغرب إفريقيا إكواس اجتماعا جديدا الخاميس المقبل لبحث الوضع في النيجر يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه كل من دولتين مالي وبوركينا فاسو إرسال وفد رسمي مشترك إلى النيجر للتعبير عن تضامن ودعم المجلس العسكري أعلن التاكيف أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون انتصارا لروسيا واعتبر مزشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخايل بودولياكا أن أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا سيكون هزيمة كبيرة للعالم الغربي ونهايات النظام الأمني العالمي القائم مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هناك أي عملية تفوضية في ظل الوضع الراهن الذي يجب تغييره في ميدان القتال أختتمت فعاليات تاملتقى تطوير المناهج رؤى وتجارب الذي تنظم وضارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسافة وأكد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية خلال كلمات الختامية تطبيق المناهج الجديدة المطورة للمرحلة الإعدادية على طلاب صف الأول الإعدادي في العام الدراسي بعد القادم 2024-2025 وشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة الإبتدائية والإعدادية سيتم البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية ختام مجزء التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات طباح الخير يا مصر